موجزون لأهم الأنباء من قناة حلب اليوم أهلا بكم أعلنت الجبهة الوطنية للتحرير البدأ بعمل عسكري موسع ضد قوات النظام على محاور عدة بريف إدلب الشرقي وسبق أن قالت الجبهة الوطنية للتحرير أن عددا من عناصر قوات النظام قتلوا خلال اليومين الماضيين باستهداف مجموعاتها خلال المعركة الدائرة في رفيف إدلب الشرقي تعرض موقع روسيا اليوم لهجوم من موالين لنظام الأسد بسبب استفتاء أجرته حول هوية القائد العربي الأبرز لعام 2019 واتهمت صفحاتهم موالية من بين هاديمشق الآن الموقع بالتزوير نتائج الاستفتاء لصالح زعماء آخرين حيث غاب رئيس النظام بشار الأسد عن المراكز الأربع الأولى فيما وجد موالون آخرون طريقة مناسبة لمواساة أنفسهم بالقول أن بشار الأسد أكبر من كل الاستفتاءات ووفق وصفهم حذر المجلس محلي في مدينة جسر الشغور في رفي إدلب الغربي في بيان من وقوع كارثة تستهدف المحاصيل الزراعية إثر الهطولات المطرية الغزيرة المستمرة منذ عدة أيام في المنطقة واتداول نشاطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر الارتفاع الكبير لمنصوب المياه في نهر العاصي القريب من مدينة جسر الشغور غربي إدلب لمستويات قياسية قال مراسل حلب اليوم أن مجهولين في قرية مساكة بمنطقة اللجات في ريف درع الشرقي قاموا بإحرق مبنى البلدية في القرية وأضاف مراسلنا أن المجهولين مزقوا أيضا صورة لرئيس النظام بشار الأسد وأقدموا على كتابة شعارات على جدران المدرسة هددوا خلالها قوات الأسد والميليشيات الإيرانية التي تسيطر على المنطقة قالت دائرة الهجرة التركية أن عدة مواقع مزورات تلجأوا إلى الاحتيال وتجمع بيانات الأجانب بشكل غير قانوني ولا تعطيهم الإقامة السياحية أرفقت الهجرة في بيان لها الموقع الرسمي الخاص لحجز مواعيد الإقامة السياحية وكان مساعد المدير العام لدائرة الهجرة وجوازات كوكتشي أوك ذكر أن قرار إيقاف الإقامة السياحية لا يشمل الجنسيات السورية والمصرية والليبيا والسودانية أما باقي الجنسيات فحكمها حكم الأجانب تظاهر 12 ناشطاً سورياً ويابانياً أمام السفارة الروسية في العاصمة اليابانية توكيو رداً على قصف روسيا والنظام العنيف الذي استهدف محافظة إدلب وكان بين المشاركين الصحفية اليابانية تاكاكو إيكيدا التي تظاهرت عدة مرات لوحدها أمام السفارة الروسية في اليابان تنديداً بقصف روسيا لإدلب ختام هذا الموجز إلى اللقاء